تفاصيل عن بعض الطائرات الروسية المشاركة في المعارك مع محمود الزيبق منذ بداية الحرب على أوكرانيا اعتمدت روسيا على تفوقها في المجال الجوي حيث استخدمت طائراتها المقاتلة لتدمير المطارات والدفاعات الجوية الأوكرانية من هذه الطائرات سوخوي 35 وهي طائرة تعالوا لنتعرف على إمكانياتها في قصف الأهداف الجوية والأرضية فهي تستطيع إصابة أو مهاجمة ثمانية أهداف جوية أو هدفين أرضيين في الوقت نفسه خلال المعارك قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن طائرة من طراز ميك 29 نجحت في إسقاط طائرة من طراز سوخوي 35 وبثت صورا لذلك هذه أخبار عادة ما تم فيها روسيا نظرة أكثر قربا على سوخوي 35 تستطيع هذه الطائرة اكتشاف أهدافها على بعد 400 كيلو متر كما تستطيع راداراتها تتبع 30 هدفا في وقت واحد وتصل سرعتها إلى نحو 2500 كيلو متر في الساعة من الطائرات الشهيرة أيضا في سلاح الجو الروسي طائرة ميك 31 والتي تشكل العمود الفقري لسلاح الجو الروسي فضلا عن ذلك هي من أسرع الطائرات المقاتلة بحيث تستطيع أن تحلق بسرعة تصل إلى 3400 كيلو متر في الساعة وتصعد إلى ارتفاع 25 كيلو مترا تعالوا لنتعرف ما الذي يعنيه هذا في ساحة المعارك تستطيع طائرة ميك 31 أن تتعامل مع أهدافها دون الحاجة لتدخل مدى المضادات الأرضية الجوية تم تزويدها في الآوينة الأخيرة كما نشاهد بصواريخ كانجال وهي صاروخ صاروخ أسرع من الصوت يصل مداه إلى نحو 2000 كيلو متر تقول روسيا إن بإمكانه أن يشطر الباخرات البارجات الحربية الضخمة وحتى حاملات الطائرات إلى نصفين كما نشاهد تستطيع هذه الطائرة أن تتخذ خلال تحليقها مسارا لا يمكن التكهن به وهو ما يعيق اعتراضها ولكن من العيوب التي تأخذ عليها افتقارها إلى المرونة في المناورات